مساء الخير وأهلا بكم في بيتنا كما نسميه بيت الدرامة العراقية الإذاعة بالذات هي مفتاح وهي طريق للوصول إلى المستمع لأنها دائما وأبدا هي تحمل ذاكرة تاريخية تحمل ذاكرة اجتماعية تحمل ذاكرة جمالية ولأنها من خلال الأعمال التي تقدمها الدرامية سواء كانت محلية أو سواء كانت تاريخية أو سواء كانت مودرين حديثة هي دائما تحمل تلك القصص التي تدور في الشارع لكنها تعيز صياغتها ثم تقدمها إلى المستمع الذي يتفاعل معها اليوم نحن في بيتنا هذا جميل هذا البيت أن يعتبره بيت الإذاعة العراقية أن يعتبره هو المصنع الحقيقي لصناعة ممثل لأنك من خلال الصوت تنقل المشاعر تنقل الأحاسيس تنقل الحب تنقل الشغف تنقل كل ما ممكن أنه يوصلك إلى هدفك والكلمة النبيلة الحقيقية التي تريد تقولها في مجتمعك دكتورة نتساءل اليوم بصراحة شهر رمضان المبارك هو تقدم باقات على طبق من ذهب للمتلقي والمشاهد العربي بصورة عامة هل المستمع اليوم العربي يستمع إلى الأعمال الإذاعية التي تقدم في شهر رمضان وما هي المحتويات أو ما هي الثيمات التي يعمل عليها الفنان لتقديم أو المنافسة خلال شهر رمضان أنا دائما أقول أن شهر رمضان هو شهر للتلاقي الاجتماعي لتبادل الحكايات والإذاعة عندها قدرة أن تروي الحكايات هي أشبه بالقصخون اللي نقولها في بغداد والحكواتي عند الأخواننا اللي نحييهم من خلال شاشتنا العراقية نحييهم ونقولكم أهلا وسهلا بكم في بيتنا في بيتنا الجميل بيتنا بيت الدراما العراقية الحكايات دائما تتناقل مو كل الناس قاعدة ببيوتها في الشارع أو في السيارة هو يحتاج أن يستمع فأنت كيف كإذاعي تستطيع أن تجذب هذا المستمع بحيث يكون معك من خلال قصص الحكواتي من خلال الحكايات اللي تقدمها أكثر شيء ما نقدمه في رمضان هو التاريخي والاجتماعي بشكل خاص واللي هو يحمل مواعض وعبر ويحمل جزء من تاريخنا وذكرياتنا كشعبية كأطفال ككبار لأنه المستمع يحتاج دائما أنه أنت توقذ حواسة فالإذاعة أفضل ما يكون لإيقاظ هذا الحواس يمكن بعد الأفطار التلوزيون يأخذ الحصة الأكبر لكنه الإذاعة أنا أشوفها في النهار هي دائما صديق ومؤنس للمستمع دكتورة في التلفزيون ممكن الشكل والكاركتر يعطي كثير للمشاهد والمتلقم خلال الأعمال فينحفظ شكل الممثل كيف يمكن للمستمع أن يحفظ بصمة الصوت للممثلين ويعرف أن هذه دكتورة إقبال تقدم من خلال عمل إذاعي أو فلان ممثل كيف تكون هي تطوير هذه المحارات وأيضا تكون بصمة تشبه بصمة الإبهام أنت قلتها مهارات والممثل في الإذاعة يمتلك الكثير من المهارات وأنا قلت في بداية حديثي أن الإذاعة هي مصنع للممثل الحقيقي للاحتراف الحقيقي لسه أنا نتذكر أنا شخصيا أتذكر مسلسل مهند الأنصاري الله الرحمة الشاطر حسن لكيف كنا ننتقل معاه بهذه الأجواء ألف ليلة وليلة وكنا نعيش هاي اللحظات وكنا نستمع إلى أصوات جميلة أيضا الإذاعة فيها فنانين عراقيين مهمين ومتميزين وأصواتهم قادرة على أن تنقل عبر الأثير تنقل كثير من المشاعر وتجذب المستمع إضافة إلى أنه الحكاية أو القصة هذه المعادلتين مطلوبة الممثل وصوته وأداءه وتقدراته على الانتقال من أداء إلى أداء آخر وأيضا الحكاية مهمة جدا دكتورة من وعندنا أيضا الموسيقى التي تدخل جزء من المؤثرات أيضا الثير الدهشة عند المستمع حرفة من أصعب؟ حرفة من يكتب للإذاعة بعمل درامي أو من يكتب للتلفزيون؟ الكل أدهم صعوبة لأن الإذاعة لا يقل نهائيا عن التلفزيون لأن بالإذاعة أيضا هو يحتاج أن ينقل الصورة بس من خلال الصوت في حين بالتلفزيون ممكن أنت تنتقل بالمشاهد بالتمثيل الصامت يعني ممكن أنت تروح مشاهد صامتة بدون حوار لكن بالإذاعة كل المشاعر لازم ننقلها من خلال الصوت فالمؤلف المحترف المؤلف الجيد المؤلف هو في طريقة إدارة لحبكة التمثيل للممثل أو للكلمات التي يقولها من خلال الورق بعد مرور هذه الأعوام والتجربة الكبيرة لحضرتك نتساءل اليوم هل هناك ولادة أصوات من ممثلين أصوات إذاعيين مهمة من الشباب نشاهد اليوم عبر شاشات التلفزيون هناك جيل جديد من الشباب قدم طريقة الدراما أو المسلسلات بشكل ثاني اختلف عن القوالب القديمة والمدارس اللي كنا معتادين عليها بطريقة حداثة بكتابة النص أو الحدوتة بشكل مختلف هل اليوم هناك جيل واعد من الشباب يقدم أعمال درامية إذاعية؟ أكيد أكيد لأن الدراما أيضا متحركة ومتغيرة بتغير البيئة والتاريخ والعوامل الثانية اللي يعني ترافقها فأكيد كل جيل يمتلك خصوصيته يمتلك بصمة الخاصة الجيل الأول يختلف عن الجيل الثاني الجيل الثاني يختلف عن الجيل لكن بالنهاية هناك أسس حقيقية والدراما العراقية بها أسس حقيقية وهذا اللي يجعل من الدراما العراقية دراما متميزة سواء كانت في التلوزون أو سواء كانت في الإذاعة برغم أنه في التلوزون هي مقلة وبرغم في التلوزون أنه هي لساها لم تلامس حياة والمشاهد العربي وهذا ما نريد يعني هناك أعمال درامية تلوزونية عراقية مهمة جدا لكنها ما مصلت المشاهد العربي وهذا ما نطلبه بالقادم من الأيام أنه دراما العراقية بتمييزها لازم يطلع عليها الآخر ويشوفها لأنه بالاحتكاك هذا أنت تستطيع أن تقدر تقول أنت وين موجود من الدراما العربية إذن دكتورة دعنا نتحدث اليوم تواجدكم في هذا المكان عن ما سوف يقدم للمستمع العراقي والعربي خلال شهر رمضان ما هو العمل اللي بسبب اليوم تتواجدون في هذه الأروقة الجميلة وبين حاناتها وبين رائحة القدم في هذا المكان العمل اسمه الأنصاري وهو من تأليف الأستاذ سلام الأوسي ومن إخراج الأستاذ محمد صبيح وبمجموعة مهمة ورائعة من الفنانين العراقيين الجسدون تاريخيا تلك العصر والفترة اللي كانت قبل ولادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد النبوة وبعد انتشار الإسلام في عشرين حلقة حتكون هي لرمضان إن شاء الله وبروم انه هذه الحكاية احنا نعيدها ونكررها ونعرفها ومن احنا صغر لكن دائما هناك تجديد في طريقة واسلوب محاكاتها مرة ثانية الأوسي بعد الجهد جميل ورائع من خلال الورق اللي احنا دا نقرأ ولي دا نمثل ولي ايضا دا يدفعنا انه فعلا انه نتفاعل معاك دراما فأني أتوقع انه إن شاء الله نجاح وأتوقع انه مستمعين العراقيين وحتى العرب أتمنى انه يسمعون لهذه الدراما شخصيتي تشكلها لهذا العمل تحدثنا عن العمل وعرفنا بينه وين توجهاته وشنوثيمتها لكن ما هو دور الدكتورة اقبال في هذا العمل شخصيتي أم جميل اللي هي زوجة أبو لهب وشخصية يمكن لأول مرة يعني مو لأول مرة بس لأنه شخصية ما كثير محبوبة وكثير قدمت في الشاشات العربية لكنها مكتوبة الآن بطريقة جميلة جدا وحس أنه يعني أنا أيضا اتفاعلت معاها وده أقدمها بشكل بها هذا المكر بها هذه الخباثة بها كل يعني هي نزلت بها آية قرآنية كاملة من خباثتها يعني فإن شاء الله إن شاء الله نتوفق جميعا في هذا العمل راح يكون مقياس النجاح في مدى شو ما نقول في بعض الأحيان المستمع يكره هذه الشخصية لأنها تتمارس مكررها وخداعها راح معناتها نجحت أنت في تقديمها لأنه يجب أن يكرهها لأنه الشخصية ما تمثل مشاعري أنا كممثلة عراقي يعني العراقي أقبال يعني ما تمثني أنا كشخصية كإنسانة لكن تمثل شخصية تاريخية أتمنى أنه فعلا يكرهها وفعلا أنه أقدمها بشكل جديد غير اللي معتادين عليه وغير اللي نعرف عنها في هذا العمل دكتوراتنا بعد ما تحدثنا عن هذا العمل وعن الأعمال الإذاعية الدرامية كيف تنظرين إلى المشهد العربي بصورة عامة لأعمال الدرامية التلفزيونية في شهر رمضان المبارك وما شغفت شوين بأي منطقة راح يكون يعني خلأ أقولك يا بصراحة رمضان في بعض الأحيان بتقوس وبتقاليد خاصة خصة للعراقيين في بعض الأحيان أنت زحمك كثير لهذه الأعمال في بدايات الأسبوع الأول أشوف بعض الأعمال وأشوف من اللي يجدب انتباهي أكثر أظل أتابع للنهاية وبعد رمضان ممكن أتابع الآخرين حسب درجة الجودة أو حسب درجة انشدادي إلى كمتفرجة أيضا يعني لغير أني كفنانة كمتفرجة أيضا فأكيد واحدة من العمال إذا شدتني حبق معها إذا ما شدتني فأنا يعني أبقى في بعض الأحيان خارج إطار الرمضان وبعد رمضان أبدأ أشاهد العمال أشوفها بهدوء يعني لأنه العمل الفني أيضا يحتاج إلى هدوء يحتاج إلى أنك تكون أنت عندك استعداد وعندك قابلية أن تشوفها الآن يعني في رمضان بعض الأحيان تأخذك اليوم يأخذك وأنت سوي أكل وأنت والعائلة دكتورتنا أنا حقيقة سعيد جدا بهذا اللقاء من خلال ما أشوف هذا الباكراوند اللي موجود خلفنا به صور من الأساتذة الكبار اللي ما زال على قيد الحياة والذي رحل إلى رحمة الله تعالى هل تعبر لك هذا الصور؟ هم دائما هم الذاكرة الفنية الحقيقية أنه اللي ماتوا واللي موجودين لأنه الفن العراقي لم يصنع من هباء الصنع بأساتذة مهمين كان لهم بصمتهم وصدعوا أن ينقلون أنه نفس المبادئ نفس المسؤولية حتى تكون أنت كفنان حتى تكون أنت كمعطاء حتى تكون أنت مسؤول عن الكلمة اللي تقولها كيف تختار عملك كيف تشاهد يعني تقدم عملك كيف تلتقي مع جمهورك سواء بالإذاعة أو في التلفزيون أو حتى في المسرح أو في السينما هم اللي وضعوا الأسس والبناء الأول وإحنا مجرد لبنات نكمل بعضنا وحتيجي أجيال أيضا تكمل 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 وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نبقى بهذا التواصل ونبقى بهذا الدفق إلى ما شاء الله يعني إلى يوم إن شاء الله عمروش طويل دكتورة تقصدت من خلال برنامجنا العربي أن تواجد في أرواقة الإذاعة لنقول بأن صوت الإذاعة لا يتوقف هناك مستمعين بالنسبة على صعيد العراق والوطن العربي وأتمنى التوفيق حقيقي لهذه الأعمال ولحضرتك من خلال تمثيلك لهذا الدور رغم انتماعها بالشخصية لكن التوفيق حقيقي إن شاء الله الإذاعة دائما كانت هي الأولى يعني بصراحة أقول لك كانت الأولى الدافع أن نستمر الإذاعيين الأساتذة الموجودين في أرواقة الإذاعة أو توليزون ما توقفوا نهائيا حتى في كل الظروف الصعبة ما توقفوا وكانوا ينتجون دراما لأنهم كانوا عندهم إيمان كبير أن هم لازم أن يبقون على تواصل مع المستمع أن هم يبقون على تواصل في إرساء في توصيل رسالتهم النبيلة الحقيقية لأن هم ذاكرة الفن وهم روح المجتمع الدكتورة إقبال نعيم شكرا من خلال ظهور في برنامجنا العربي بيت للكل شكرا لهذه الكلمات التي لامست شغاف القلب واستمعنا من جديد كأنما صوت يبث عبر الأثير بكلمات جميلة ورائعة وموزونة وصوت يلامس شغاف قلوبنا شكرا جزيلا لكم شكرا لهذه الجلسة والشكر الكبير لإذاعتنا اللي دائما هي تجمعنا حتى من أن نكون بعيدين لكن هي تقربنا من بعضنا لأنه أنا أعتبر أنه ليس فقط تقديم عمل إذاعي وإنما هو أيضا لقاء مع أصدقاء في هذا المكان أنك تلتقي بفلان وتلتقي بفلان حتى تصنع شيء هو جزء من تاريخك هو جزء من حياتك هو جزء من ذاكرتك شكرا لهم بالدرجة الأولى وشكرا للبرنامج البيت العربي بيت كل البيت العربي أتمنى أنه فعلا يتحول بعدين إلى بيت عالمي لأنه إن شاء الله فشكرا لكم شكرا للمشاهد الجميل اللي استمعنا وإن شاء الله نتواصل نورتينة دكتور أهلا نوأسهلا بيك ممنونة